تسريب وثائق سرية حول قضية سجن دنيا بطمة خرجت عن صمتها وفضحت طالقها محمد الترك وطلبت العفو الملكي تستمر قضية الفنانة المغربية دنيا بطمة بتصدر حديث رواد مواقع تواصل الاجتماعي عقب الحكم الصادر بسجنها لعام النافذ جراء اتهامها بعلاقتها بقضية حساب حمزة مون بيبي وفي السياق خرجت دنيا عن صمتها مجدداً عارضة بعض الوثائق المهمة في القضية ومشيرة إلى علاقة طالقها المنتج البحريني محمد الترك في القضية كما وجهت رسالة باكية للملك محمد السادس بن الحسن ملك المغرب وطلبت منه التدخل لحل هذه الأزمة وأكد الدنيا مجدداً ألا علاقة لها أو لشقيقتها بحساب فضائح المشهير الذي هز الرأي العام المغربي قبل نحو أربع سنوات الذي قالت أنه بالفعل تم تبرئتها من العلاقة به عارضة بالوثائق ألا علاقة لها أو لشقيقتها ابتسام بطمة بهذا الحساب بشكل قاطع ونشر الدنيا بطمة وثائق محضر الفرقة الوطنية والتي أفادت أن فنانة معينة كانت قد تقدمت ببلاغ ضدها وضد شقيقتها ابتسام بطمة اتهمته ما فيه بمهاجمتها عن طريق حساب حمزة من بيبي بسبب عدم دعوتهما لحفل خطوبتها مضحة أن القضاء ظهر الشخص الحقيقي وراء الحساب وكتبت دنيا بطمة في تعليق على الوثائق حبل الكذب أصير وهذا الدليل على كذبك أنك شكاية كانت بالحساب فقط إذ أن يتبين لنا بمحضر الفرقة الوطنية أنها تشير بأصابع الاتهام لدنيا بطمة شخصيا وأختها ابتسام بطمة كفاء كذب وبهتان وتغيان وتدليل الرأي العام اتضحت الصورة للشعب المغربي من جهة أخرى وجهت دنيا بطمة رسالة الشكر للقضاء المغربي مشيرة إلى أن الحكم الذي أصدره يحترم من قبلها وأوضحت أنها بالفعل تم تبرئتها من علاقتها بالحساب المذكور كما أشارت دنيا بطمة إلى أن طليقها محمد الترك خانى ثقتها فيه وتسبب في طورتها في الأزمة أكثر وأكثر وذلك من خلال إخراج كل أسرارها وما يدور بداخل منزلها إلى العلن كما توجهت دنيا بطمة في ختام حديثها برسالة إلى الملك محمد السادس طالبته فيها بالعفو الملكي السامي عنها كمواطنة مغربية تعرضت للظلم والمؤامرات المحبوكة منذ ما يزيد عن أربع سنوات قالت أنه تم تشويه سمعتها واسمها فيهم بالزج بها في هذه القضية